بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلا بكم مجددا في رحلة جديدة لختم التصحيح التلاوة وصلنا في سورة النساء للآية الحادية والثلاثين في الصفحة الثالثة والثمانين من مصحف المدينة الآية تبدأ بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم تخفى النون الساكنة لأن الحرف التالتاء والجيم ساكنة إذن تقلقل فنقول إن تج إن تجتنبوا الواو مديا مقدرها حركتين وهذه الألف الفارقة لا تقرأ إن تجتنبوا كبائر الألف يلي همزة في نفس الكلمة إذن هو مد متصل يمد أربع أو خمس حركات أما هذه الراء فهي متطرفة متحركة بالفتح إذن هي وصلا مفخمة كبائر كبائر أما وقفا تكون ساكنة مسبوقة بكسر إذن هي عند الوقف مرققة كبائر كبائر شفوا الفرق بين الراء المفخمة والمرققة في الوصل المفخمة كبائر في الوقف مرققة كبائر هذه النون الساكنة يليها هاء وكذلك هذه النون الساكنة يليها هاء والهاء من حروف الإظهار الحلقي إذن هذه النون الساكنة ستظهر إظهار حلقي تنهون عنه طبعا هنا في هذه الكلمة الهاء متحركة بالضم فإن وقفنا عليها تكون ساكنة يعني فيها همس ورخاوة أما النون الساكنة فيها توسط إذن نهتم أولا بتوسط النون ثم نبين همس ورخاوة الهاء والهاء كما قلنا دائما حرف ضعيف لابد من تقوية الصوت بتقوية الرخاوة فنقول ما تنهون عنه طبعا هذا الوقف من الموادع الصعبة لأن فيه التقاء الساكنين ودائما نقول أن التقاء الساكنين فيه ثقل لذلك تم التخلص منه إن أتى بين كلمتين ولكن إن أتى في كلمة واحدة فلا مفر من نطق كل حرف والخلاص من هذا الثقل يكون بإعطاء الصفات اللازمة لكل حرف فنبين توسط النون ثم رخاوة الهاء والأفضل أن نصل ولكن عند الوصل نحذر وننتبه لابد من توضيح الهاء لأن الخطأ الشائع هو خفاء الهاء وبيان الضم بالأخص أن الحرف القادم هو نون وهي مسبوقة بنون فالبعض يقول عنه نكفر دخلت الهاء في النون القادمة لأن النون القادمة كذلك مضمومة فننتبه للهاء جيدا في كل المواضع وفي كل الحركات وفي كل الحالات حرف ضعيف يختفي بسهولة لذلك تم تقوية الهاء بمد الصلة فانتبهوا نقول ما تنهون عنه نكفر عنه نكفر الأول بينه الهاء وبعدين ادخلوا على النون القادمة إذن نقرأ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الرأه نساكنة سكونا أصليا مسبوقة بحرف مشدد بالكسر إذن هي وصلا أو وقفا مرققة فعند الوقف نكفر نكفر وعند الوصل كذلك نكفر عنكم طبعا نهتم بتوضيح التشديد مع الفاء أما هذه النون الساكنة تخفى لأن الحرف التالي كاف وهذه الميمات السواكن مظهر إظهار شفوي أما هذا الألف مسبوغ بهمزة مفتوحة إذن هو مد بدل يمد حركتين ويلحق بالطبيعي سيئاتكم سيئاتكم مع إعطاء الياء المشددة النبر إذن نقرأ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم وندخلكم مدخلا كريما هذه الدلسة كنا وهذه كذلك يعني قلقلة وند وند مد وندخلكم مدخلا الخاء حرف مفخم هنا مكسور من أقل مراتب التفخيم وهنا مفتوح من المرتبة الثانية المفتوح وليس بعده ألف شفوا الفرق في النطق وندخي أما هنا مدخا خي خا الحرف مفخم ولكن درجة التفخيم هي التي تختلف المفتوح طبعا أعلى بكثير من المكسور ولكن لا نقول على المفخم المكسور أنه سيرقق هذه من الأخطاء الشائعة أخطاء علمية شائعة وهذا خطأ الحرف المفخمة مفخمة دائما وأبدا في جميع الحالات وجميع الحركات ولكن نقول في أقل مراتب التفخيم يعني تفخيم أقل من الحركات الأخرى طيب هذه اللام الساكنة في فعل إذن هي اللام فعل مظهرة وندخلكم أما هذه الميم الساكنة يليها ميم متحركة تضغم الساكنة في المتحركة إضغام شفوي وندخلكم مدخلا وندخلكم مدخلا طيب هذا التنوين يليه كاف يعني إخفاء حقيقي مدخلا كريما مدخلا كريما لكن لو وقفنا نقف على تنوين النصب بألف عوضا عن نون التنوين الساكنة مدخلا هذا لو وقفنا عليها ولكن سنصل ونقف على هذه الكلمة لأنها رأس الآية يعني مدعوض عند الوقف أما هذه الراء المكسورة فإنها ترقق إذن نقرأ وعند التلاوة ننتبه أن اللام ساكنة وليست متحركة لما فتوحة ولا مضمومة وندخل خلكم كذلك ننتبه تفخيم هذه الخاء مدخلا مدخلا وليست مدخلا تمام إذن نقرأ وندخلكم مدخلا كريما وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ وَلَا تَتَمَنَّوْ نون مشدد حكمها وجوب الغنى بمقدار حركتين وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ الضَّاد حرف مفخم وعند الوصل تسقط همزة الوصل وتفخم لام اسم الجلالة لأنها سبقت بفتح هذه اللام المفتوحة في كلمة فَضَّلَ لام مرققة الأصل فيها الترقيق ولكنها فقط تفخم في اسم الجلالة إن سبقت بفتح أو ضم أو بدئ بها في كلمة الله أو كلمة اللهم لاثنين واحد هنا ننتبه ترقيق هذه اللام متفخيم لام اسم الجلالة لا تفخم هذه مع هذه إذن لا نقول فَضَّلَ اللَّهُ لا نفخم الجميع ولكن ننتبه لترقيق هذه اللام بين الضاد المفخمة ولام اسم الجلالة المفخمة طبعاً كمان نحافظ على ترقيق ألفاء إذن نقول فَضَّلَ اللَّهُ فَضَّلَ اللَّهُ فَضَّلَ اللَّهُ فَضَّلَ اللَّهُ اتمرنوا عليها ببطء بعدين صرعوا ولا تتمنوا ما فضل الله طيب به بعضكم بين الكلمتين مد صلة صغرى يلحق بالطبيعي ويمد بنفس مقدار المد الطبيعي تشبع هذه الكسرة حتى تولد منها ياء هذه ياء مدية تمد بمقدار حركتين به بعضكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كما مر معنا الضاد من حروف التفخيم والميم ساكنة هنا تظهر إظهار شفوي ننتبه هنا لترقيق الباء والعين لا نقول بعضكم على بعض لا تفخم مع الضاد طبعا مع الاهتمام بتوسط العين الساكنة بعض عند الوصل يلي هلام للرجال يعني وصلا إضغام كامل بدون غنة على بعض للرجال أما لو وقفنا تكون الضاد ساكنة نهتم جيدا ببيان جميع الصفات الإطباق والاستعلاء والرخاوة والاستطالة زمنها بيكون طويل إن شاء الله لما نتكلم على الضاد سنبين هذه الأمور وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ للرجال نصيب مما اكتسبوا اللام الأولى مشددة بالكسر هذا التشديد أتى بسبب الإضغام الكامل بدون غنة سابق على بعض للرجال لكن لو بدأنا نبدأ بلام مكسورة للرجال طيب هذه اللام الثانية هي لام شمسية لا تقرأ تضغم في الحرف التالي لذلك نرى الر مشددة بسبب الإضغام إضغام شمسي مشددة بالكسر إذن مرققة إذن نقول لِلِّرِّي لِلِّرِّجَالِ لِلِّرِّجَالِ طيب كلمة نصيب أصاد من حرف التفخيم لكن ننتبه لترقيق النون لا نقول نصيب ليست نصيب ولكن نصيب لِلِّرِّجَالِ نَصِيبٌ لِلِّرِّجَالِ نَصِيبٌ طيب تنوين يليه ميم يعني إضغام كامل بغنة نتج عنه ميم مشددة فيها غنة حركتين وهذه الميم أصلا مشددة كذلك فيها غنة حركتين إذن ننتبه عند الوصل أربع حركات للغنن نصيب ميم ما نصيب ميم ما وأربع ميمات عند التلاوة طيب عند الوصل كما قلنا تسقط همزة الوصل فيلتقي ساكنان الساكن الأول الألف والساكن الثاني الكاف الساكن الأول حرف مد إذن يحدث للتخلص من التقاء الساكنين ونقرأ من الميم إلى الكاف الكاف ساكنة نبين فيها الهمس الهمس يتضح بعد غلق المخرج بالشدة يفك المخرج بالنفس بالهمس تمام؟ طيب عند البدء بهذه الكلمة تحرك همزة الوصل بالكسر لأن ثالث الفعل مفتوح وهو التاء فنقول بدءاً اكتسبوا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن نفس أحكام المقطع السابق ولكن هذه الكلمة فيها بأساكنة مقلقلة يليها نون مفتوحة مما اكتسبن وعند الوقف تكون النون ساكنة يعني زمنها توسط مسبوقة بأساكنة مقلقلة أولاً نقلق الألباء سريعة ثم نعطي زمن التوسط أطول من زمن القلقلة مع النون الساكنة فنقول مما اكتسبن مما اكتسبن شوفوا زمن النون الساكنة أطول من زمن الباء الساكنة ولكن نحذر من إطالة زمن الغنة مع النون الساكنة لا نقول مما اكتسبن وإلا تحولت كأنها نون مشددة عند الوقف إذن نقول وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله عند الوصل تلتقي هذه الواو المدية وهي ساكنة باللام الساكنة من المشددة في اسم الجلالة كما قلنا الساكن الأول حرف مد إذن يحذف للتخلص من التقاء الساكنين ونقرأ من اللام المضمومة إلى لام اسم الجلالة لذلك تفخم لام اسم الجلالة لأنها سبقت بضم فنقول طبعا مع بيان صفات السين الساكنة الهمس والصفير والرخاوة واسألوا الله من فضله نون ساكنة يليها فاء يعني إخفاء حقيقي من فضله طبعا قضات حرف مفخم لكن الفاء مرققة أما بين الكلمتين من فضله إن الله مد صلة كبرى يلحق بالمد المنفصل ويمد بنفس مقدار المنفصل حركتين بشروط من طريق طيبة النشر أو أربع أو خمس حركات من فضله إن الله أما لو وقفنا يزول مد الصلة ونقف على الهاء بالسكون عند الوقف فنقول واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما كما قلنا أن ننأ المشددة فيها الغنة بمقدار حركتين وتفخم لام اسم الجلالة لأنها مسبقة بفتح إن الله كان بكل شيء عليما تنوين يليه عين يعني إظهار حلقي شيء عليما شيء عليما وقفا على تنوين النصب نقف بألف عوضا عن نون التنوين الساكنة إذن نقرأ إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون نفس الأحكام هذا التنوين يليه جيم إذن تخفى نون التنوين الساكنة إخفاء حقيقي واللام ساكنة لام فعل مظهرة نحضر من إدغامها في النون ليست جعلنا ولكن جعلنا نبين زمن اللام الساكنة فتقرأ ولكل جعلنا ولكل جعلنا موالي الياء وصلا متحركة بالفتح موالية ولكنها سكنت من أجل الوقف فأصبحت ياء ساكنة مسبوقة بكسر إذن مدية تمد حرقتين موالي موالي هذا وقفا لكن وصلا هي ياء متحركة لا مد فيها موالي مما طبعا مم مشددة مرت معنى فيها الغنة تارك رأم مفتوحة مفخمة تاء مرققة ليست تركة ولا حتى الكاف ولكن تارك ترك ترك مما ترك الوالدان والأقربون رأم مفتوحة فخم القاف من حرف التفخيم وأتى ساكنا يعني كمان في قلقلة والأقربون نحذر من تفخيم الهمزة ليست والأقربون والآ غلط والآ والأق والأقربون وقفا تكون الواو مد عرض للسكون إذن نقرأ وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيِّمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ والذين ننتبه للذال لا تبدل بزاي لا نقول وَالَّذِينَ وَلَكِنْ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ القاف حرف مفخم لكن العين مرققة لا نقول عَقَدَتْ ليست عَقَى؟ ولكن عَقَى عَقَى عَقَدَتْ التاء ساكنة إذن فيها الهمس وصلا أو وقفا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيِّمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا نفس الكلام هذا التنوين يليه شين يعني إخفاء حقيقي على كل شيء شهيدًا طبعا نهتم بتوضيح ألهاء لأنها أحيانا تضيع إن جاورت الشين فننتبه شاهي شاهيدا وقفا على تنوين النص بمدعوض ولكنه مرسوم برمز الإظهار الحلقي رغم أن الحرف القادم ليس حرفا من حروف الإظهار الحلقي فلماذا رسمت تنوين برمز الإظهار الحلقي؟ لأن نون التنوين الساكنة في هذه الحالة ستظهر بالحركة لأننا عند الوصل ستلتقي نون التنوين الساكنة بالرأي الساكنة من المشددة في كلمة الرجال فتحرك نون التنوين الساكنة بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين فنقول شاهيداني الرجال شاهيداني شاهيداني الرجال سنبين هذا الأمر في المقطع القادم إن شاء الله ولكن الآن سنقف على رأس الآية بالمد العوض فنقول إن الله كان على كل شيء شهيدا بهذا نكون انتهينا من تصحيح اليوم المرة القادمة مع صفحة جديدة إن شاء الله فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته